خلال قولته بمدينة شرب الشيخ تفقد رئيس مجلس الوزراء دكتورة مصطفى مدبولي المنطقة الزرقاء وامتدادتها بنطاق المركز الدولي للمؤتمرات والمنطقة الزرقاء تتولى إدارتها بالكامل سكرترية والاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغير المناخي وستشهد جلسات عامة وجلسات خاصة وأحداثا جانبية ومعارضة وأجنحة ويشارك فيها رؤساء الدول والوفود الرسمية والمفاوضون ووسائل والإعلام التي يتم اعتمادها بجانب منظمات وهيئات معتمدة